في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة العراقية بترسيخ مبدأ التكنقراط في حسم مناصب الوكالة استغرب أهالي صلاح الدين بصدور كتاب رسمي يقضي بتكليف رئيس مجلس محافظة صلاح الدين المنحال أحمد الكريم بمنصب وكيل وزارة الصناعة متسائلين عن مبررات هذا التكليف لشخصية كان رئيسا لسلطة رقابية ارتكبت في عهده ملفات فساد كثيرة كان بطلها محافظون تم إدانتهم من قبل القضاء ولعل ما جاء به الكاظمي خلال زيارته محافظة صلاح الدين مؤخرا خير دليل على ذلك بعد أن أقر بضياع الأموال على مدينة مدمرة لم تشهد أي إعمار حقيقي كنا في صلاح الدين قبل يومين 3 من جهتهم يرى أهالي صلاح الدين أن صدور أوامر تعيين لمسؤولين سابقين هو محاولة لإعادة تدوير الوجوه السياسية المحروقة بضغوط أحزاب متنفذة ما هو المعيار الذي تم اعتماده في سبيل تعيين مسؤولين في محافظة وثم نقلهم إلى مناصب وزارية حقيقة نتفاجئنا ليش ما شفنا لا يوجد ثمرة في جهودهم أو في نتائج وظيفتهم الأولية اللي عندما كانوا في المحافظة ويطالب متابعون الحكومة بحسب مناصب الوكالة بعيدا عن ضغوطات الكتل وبما يضمن وصول الكفاءات الحقيقية